هو السيطاب ده حلو وجميل وكل حاجة بس موضوع المايك ده وقت شكله غريب قوي حساسني زي ما يكون مربي حاجة يا جماعة ده متوغوش قوي ليه الفار بيلعب في عيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مايسترو فيلم مايسترو بيتبع التقليد اللي سيطر على السنة دي كلها تقريبا وهو أفلام السيارة الذاتية صاحب السيارة الذاتية اللي بنتناولها في هذا الفيلم هو لينرد بيرنستاين المايسترو والملحن الأمريكي والأول من الجنسية الأمريكية اللي نال هو نال حاجة أنا مش عارف ايه هي بالضبط نال تكريم عالمي الأول الذي ينال هذا التكريم العالمي الجبار في تاريخ أمريكا على المستوى بتاع الموسيقى الكلاسيكية وكده وبنركز بشكل كبير على طبيعة علاقته مع حبيبته وزوجته فليشة وبنشوف إزاي بيعيش سنين طويلة جدا فيه صراع ما بين حبه ليها وما بين ميوله الجنسية المتقلبة فيا ترى إيه اللي حيحصل فيلم مايسترو مقسوم لمرحلتين مش شبه بعض إطلاقا لدرجة أن الصورة نفسها بتتغير من الأبيض وإسود للألوان هاين علي أقول نصين الفيلم بس حاسس أن هم مش مستويين زمنيا أو يمكن أكون أنا غلطان بس عموما أن المرحلة الأولى فنية بالكامل بنشوف فيها إزاي بطلنا حصل على فرصته الأولى بنستعرض سريعا الطبيعة البوهمية لحياته وبنشوف إزاي تعرف على فليشة ووقع في حبها ده اللي أنا استخلصته من المرحلة دي ولكن هي في تجربة المشاهدة مش بدرجة الوضوح دي في تسلسلات ومشاهد وحوارات ممكن تكون مربكة للمشاهد في محاولة لإلقاء الضوء على وجهة نظر وفلسفة لينرد في الحياة وفي الفن وفي الحب فيه استعرضات فنية واستعرضات موسيقية حقيقة جميلة جدا وفيه عملية طرح كثيف لأدوات برادلي كوبر الإخراجية واللي في تقدير الشخصي ممكن تلخصها في التسلسلات الطويلة بدون قطع للكاميرا الانتقالات المبتكرة جدا ما بين كل مشهد والتاني والتعاطف الواضح من برادلي كوبر المخرج مع برادلي كوبر الممثل ومش برادلي كوبر بس الحقيقة الممثلين بشكل عام ويمكن تكون دي أكتر أداء إخراجية أنا شخصيا احترمتها وحسيت فيها بقيمة أن المخرج بتاعك يكون في الأساس ممثل سيب لبطل حرية التعبير حرية التحرك حرية التحكم في إقاع الجمل اللي هو بيقولها حرية التفاعل بقدر كبير من الإبداع بس حقيقي عشان نطلع من المرحلة الأولى ونقول إن دي اللي حصل فيها كذا وكذا وكذا في اعتقادي الشخصي نبقى بنبالغ ماجد بيقولك مايسترو فيلم ببداية رائعة وساعة أولى مميزة ولكن نص تاني طغى عليه الرتابة والملل أداء برادلي كوبر هو نقطة قوة الفيلم يحيب يتطفق مع ماجد في تفضيل المرحلة الأولى من الأحداث على المرحلة التانية وبيقول تجربة فيلم مايسترو فكرتني بتجربة فيلم ألفس نص أول جيد ونصف آخر ممل وإقاعه بطيء وعلى فكرة أغلب الأراء اللي جات لي تقريبا بتتطفق على ده وأنا عشان فحلوت طبعا لازم اختلف معاهم آه المرحلة الأولى من الأحداث أكثر تميزا على المستوى الفني في كثير من مفرداتها بس المرحلة التانية هي اللي فيها أحداث هي اللي فيها المعضلة بتاعتنا هي اللي الشخصيات بتاعتنا بتنزل فيها على كوكب الأرض إزاي شخص عنده التركيبة الجنسية دي ومشهور لهذه الدرجة قدر نوعا ما يحافظ على شكل عائلي مترابط وإزاي علاقته بزوجته قدر يغلفها الحب لغاية آخر لحظة طب كان بيقول إيه لولاده طب كان بيظهر إزاي أمام أصدقاءه وباقي أفراد عائلته دي حاجات بتاخد نصبها من التناول وبينتج عنها عدد من المواجهات والمشاهد والحوارات اللي حقيقي كانت جيدة اللي ما قدرتش أفهمه قوي هو ليه اللغة الإخراجية بتاعت الفيلم قررت إنها يا إما تعمل ده يا إما تعمل ده وإنهم ما ينفعش يتعملوا مع بعض يا إما نقدم شكل فني صورته رائعة وزوايا التصوير فيه مبتكرة والانتقالات مبهرة وبنسمح للممثلين فيه إنهم ياخدوا مساحة عشان يبدعوا وفي نفس الوقت نقدم أقل القليل من الأحداث يا إما لو حننصف الأحداث والدراما يبقى كل اللي كان بيتعمل في النص الأول دوت لازم يتوقف الشكل الفني الوحيد اللي تم إنصافه في النص التاني من الفيلم ممكن يكون الملابس والديكورات والحاجات دي أو زاويتين تلاتة في التصوير أنا حتى هذه اللحظة مش فهمهم وعموما بقى مرحلة أولى ولا مرحلة تانية ولا نص أول ولا نص تاني فيلم السيرة الذاتية مايسترو نقصه سيرة ذاتية يعني أنا عمال أتكلم على سيرة رجل من أشهر ما يمكن ومع ذلك لم أتطرق إطلاقا لحياته المهنية لا مش أنا اللي لم أتطرق الفيلم تقريبا هو اللي لم يتطرق آه كل فين وفين كده كنا بنأتي على ذكر إنه بسم الله ما شاء الله عليه يعني مولع الدنيا كريموفيتش بيقول لكم مايسترو حلو التمثيل جامد الألوان حلو الأزياء حلو الموسيقى روعة بس ما فيش قصة أربعين سنة من حياته معرفش هو عاوز يقول إيه مراته حبيته رغم ميوله وهو كمان بيحبها فين الصراع الله يبارك فيك أنا كمان والله دورت على الصراع وما لقتوش بداية الفيلم زي قصة الحياة الغربي سريع وحيوي في النص التاني الإقاع بطيء حد الملل يعني أنا مش عايز أخصص موضوع الملل دا للنص التاني هو الفيلم عموما من بدايته لنهايته إيقاعه مملة فعلا بس بجد يا جماعة فين الصراع يعني الراجل دوت آه بدايته كانت بالصدفة وأنا قدرت جدا إن الفيلم طرح ده بشكل واضح بس بعد كده كونه أمريكي وكونه يهودي يساعده جدا في إنه يخترق كل الحواجز اللي كانت محتوطة قدامه والحواجز دي أصلا كلها على بعضها طلب طرحها في مشهد واحد بس حواري في المقام الأول وعلى فكرة دي مش قراءتي لسيرة لينارد بيرنستاين ده هو ده اللي فهمته من الفيلم أنا انطباعي عن الشخصية تاريخيا سلبي بكل المقييس بعيدا عن قمته الفنية وإضافته الحقيقية على مشهد الموسيقى الكلاسيكية أنا أصلا ما بعرفش أتذوقها بس على مستوى التاريخ والمواقف لا هو عنده حاجات كتير قفلتني منه يعني ما كانش حتى بيقابل شوية مشاكل صغيرة كده نضخمها ونعمل منها حاجة كبيرة ده كريموفيتش وهو بيكتب التويتة ده يتقابل مشكلة أو اتنين ممكن نعمل منهم فيلم قد كده العمل إيه كانت سهلة بالنسباله طب يبقى فيه إيه في قصته يستاهل إنه يتم تناوله فيلم نقطة الميول الجنسية والحاجات دي كلها طب هو ما كانش فيه أي سياق نعرف نقدم فيه حدو تبتتناول ده إلا وإحنا بنعمل فيلم سيرة ذاتية ده على الرغم من إن الفيلم متسمي باسمه يبدو إن زوجته مسرتها كان فيها تقلبات أكتر العميد بيقولكم مايسترو فيلم قوي جدا على مستوى الإخراج والتصوير والمونتاج والأداءات التمثيلية خاصة من كاري مولجن صاحبة الأداء النسائي المفضل في السنة بالنسبالي لحد دلوقتي لكن يعيبه ضعف السيناريو أنا مش مختلف بشكل كبير ولكن عاوز أقول ما هي قيمة الإخراج والتصوير والمونتاج والأداءات التمثيلية مع بعض لما النتيجة بتاعتهم تكون ولا شيء تقريبا وأتفق إلى حد كبير على تقدير أداء كاري مولجن في الفيلم أنا في أغلب أوقات الفيلم درجة التفاعل بتاعي مع الأحداث اللي بشوفها كانت قليلة جدا بس فيه تسلسل في النصف الثاني من الأحداث أعتقد سهل جدا كل اللي شافوا الفيلم يكونوا عارفين أنا بتكلم عن إيه بطالته كاري مولجن بالطول والعرض قدمت فيه حاجات كتير صعبة وحاجات كتير حلوة جدا يمكن أغلبها ما أبهرنيش لإني عارف قيمة كاري مولجن كممثلة وعارف قد إيه هي تقدر تعمل ده بسهولة بس عندها لحظة يا جماعة لحظة بجد من غير أي مبالغة رجعتني للاهتمام بالفيلم رغم المسافة الكبيرة اللي كنت بعيدت بيها عنه حاجة كده زي البتاع بتعمنامنا لما كان بيجري لآخر الشاشة وبعدين ييجي جري للأول مفيش مجال التقليل من أداء برادلي كوبر بكل تأكيد رغم أن أكثر لحظات التميز اللي عنده يبان فيها كان بيقلد الشخصية الحقيقية اللي هي لحظات قيادة الأوركسترا والحاجات دي يعني هي معكستش حاجة أكتر مما يبدو أنك يعني شطر قوي بس اللي وضعنا في الاعتبار أن مشكلتي مع الفيلم في الأساس هي أبعاد السيرة الذاتية اللي بنتناولها يبقى البطل بتاعنا عنده ثغرات أوسع من أنه يقدر يسدها مهما كانت إمكانياته في التكسيد جدير بالذكر أن موسيقى الفيلم بالكامل هي مقطوعات موسيقية لحنها لينرت بيرنستاين نفسه ولما قريت شوية عن الجهد المبذول في إعادة عسف كل المقطوعات ديت وكيفية اختيار كل مقطوع لكل مشهد حقيقي حسيت أنه هو شيء جدير بالاحترام موجو بيقول لكم فيلم مايسترو فيلم حلو جدا وفعلا من أكتر المرات اللي عاوز أسمع رأيك يا دوت فيه عشان أعرف هو حلو كده ليه أنا مش شاف أنه حلو لهذه الدرجة هو يمكن الهالة الفنية اللي تم تقدمها في المرحلة الأولى حسستنا أننا لو قلنا عليه وحش أو مش حلو قوي يبقى إحنا ما بنفهمش عشان رغم عدم تعلقي بالقصة بالنص الأول إلا أني لقيت نفسي بابكي أكتر من مرة بالنص التانية ده كاري مولجن بس فقط لا غير وأكيد برادلي كوبر أداء أوسكاري طبعا شخصية أمريكي يهودي معرفش مال عم نتكلم في إيه والسينماتوجرافي حرفيا متعة للعين مش هختلف كتير مع دي وعلى ما يبدو زي ما الشخصية الحقيقية اخترقت المجال العام بالأجندة السياسية الفيلم ده حيخترق المجال الفني برضو بالأجندة السياسية بس هو في أفضل الأحوال في تقدير الشخص فيلم متوسط وتقييمي ليه هو ستة من عشر منقشة الحلقة عاوز أعرف في رأيكم فيه إيه أفلام تانية كانت أفلام سير ذاتية رغم أنه جواها ملقناش سيرة ذاتية ياريت تعرفوني رأيكم في الكومونز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وأكس وتيك توك وإنستجرام وبي باي اشتركوا في القناة